السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق الظرية وغيرها ألا تعلم أن في الناس من فقد عقله وصحته وهو محبوس أو مشلول أو مبتلى عش مع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم توكل على الله وفوض الأمر إليه وارضى بحكمي وألجأ إليه واعتمد عليه فهو حسبك وكافيك أعفو عن من ظلمك وصل من قطعك وأعطي من حرمك واحلم على من أساء إليك تجد السرور والأمن كرر لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأفقار وترضي بها الرحمن وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا شكرا